بس احنا للأمانة كنا الفترة اللي فاتت بكلها بنتكلم ان من ضمن المميزات الوطحة قوي واللي ليها انعكاسات وطحة هي كمان على اللعيبة حسن تعامل فيتسو موسماني النفسي مع اللعبين ايه اللي حصل بقى بتيجي فترات معينة زي ما بيبقى مثلا اوف داي بالنسبة اللعيبة بيبقى اوف داي بالنسبة المدرب ممكن لانا جاينا نعمل اوف داي يوم البطولة يوم البطولة لان لو تشوفها كريم العنصرين مكنوش في يومهم صحيح لعيبة بعيدة خالص عن مستوها انا ما بفرقش معا ان ممكن انا ابقى يعني النهاردة مش كويس بس لازم يحسس الجمهور وحسس الجهاز ان انا بحاول انما اللي ماجي في الانتحامات مع لعيبة الجيش واشير رجلي واخش بتراخي لا داي بديك انطباع على طول مؤشرة على طول ان انت مفيش حماس وفي قوة وفي اسرار اللي هو النادي الاهلي على طول ما عودنا عليه ده التراخي كان ملموس جدا في ضربات الجزاء نفسها ده اللي انا عايز اقول لك بقى القسم التاني سي خلاص ان احنا عدينا الشوت الاولاني والتاني الوقت الاصلي ودخلنا في الاضافي وفيش حاجة اتغيرت انت ضربات الجزاء هل يعقل ان احسن ثلاثة في الفريق هم اللي ضيعوا طبعا ممكن ان اضيع وارد واحسن العب بس سابق عامل زي مثلا كرة بنون الرجل حطاها جنبه جنبه وراجل توقع جبهه إنما قافشه محمد شريف يعني مفيش حاجة كانوا سهلين جداً خالص بشكل صعب برغم إن الشناهو عمل عليه وسادة اثنين طب إنت بقى يعني ما عندكش برصة زي بقولك الإصرار فده مدي خلفاني ما كانش فيه تركيز زي بقولك فيش إعداد مش نازل أخلص المتش المتشات اللي زي دي المتشات الكاز بتخرص من البداية لأن طول ما أنت متعادل الفرق اللي قدامك بتاخد السقة عليك ويجي لها أمل أكتر وأكتر وأكتر نازل بقولك توصل للفترة اللي هي فيها خمسين وخمسين فطبعاً المبراءة كانت كلها يعني الحياة كانت صعبة وكان يوم صعب على لعيبة وجهاز وعلى الجمهور طبعاً ومجلس الإدارة من هنا بقى جت أهمية وخطورة مبراءة مبارح بتاعتين المبراءة كانت طبعاً مع فريق قوي ومدرب وجهاز محترم بنلعب في بطولة بقى أخرى جديدة لسه قدامنا مشوار فيها طويلة المدى منفعش النادي الأهلي يبقى دوري سوبر بعد كده كاز ما ينفعش فشوفنا الحياة مبارح اختلاف في حاجات كتير يعني يمكن الروح كانت أكتر الإصرار على المكسب الإصرار على إنهم يصلحوا طبعاً الجمهور تركيز من المدرب حط التشكيل المناسب ما بصش برضو لبعض الأسماء لا وده يمكن كلام كنت في برنامج قبل الماتش وقلت يعني أنسب تشكيل هو التشكيل اللي فيه لعيبة واقفة على رجليها ما اشترتش الأسماء إنه ما واقف على رجله ويقدر يؤدي وعنده إصرار وعنده طموع شوفنا عناصر جديدة مبارح لسه من بداتها وبدأت المبارسة أحمد عبدالقادر فيه لعيبة اشتركت كمان ميكا سوني برضو لعب كويس أول ناس كلها عمل شغل كويس وعنده أداء حلوم أول يوم حظه مش كويس إنه هو نزل في المباراة بتاعت السوبر كان لعيبة كلها حشان فما ساعدهوش بس للأمانة كان برضو مجهوده مرحوظ وانتشاره في الملعب مرحوظ كان العيبة كويسة كريم بيبان من لمساته الكرة ومتحركاته وا 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 طبعا مبارح يا شوفنا شوفنا تغييب جدا جدا وكافيه وانتو حلو مع ديانج برضو طبعا طبعا ديانج ده اللي انت قلت بقى ده ده نجمل مباراة صراحة مبارحة مانو ده معتش نجمل مباراة لما يكون فايق بيبقى تقيل وبتحس ان هو فارق مع النادي الاهلي طبعا لان هو بيعمل الحاجة اللي النادي الاهلي محتاجه لو هدخل في الحدثة الفنية بتعمدش مبارح اولا اللي ساعد ان الاداء يبقى كويس هو الريتم بتاع النادي الاهلي اي اداء في العالم بيبقى كويس بص على الريتم لو رتم بطيء انت عمرك شوفت المباراة فرقة رتمها بطيء وكويسة الريتم مبارح كان سريع عشان كده النقل من الدفاع للهجوم ادى نوع من انواع الفرص والمساحات ان انا ده الاهلي هدف اكثر من مرة